عندي كمان خبر مهم جداً ونركز بقى في التفاصيل اللي جاية لان احنا دايماً بنحاول زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ننفرد في اي ملف متعلق بيء الكرة سواء المحلية او الافريقية والنهاردة احنا بنتكلم على جانب مهم جداً من جوانب المباريات الافريقية في الفترات الاخيرة وكان دايماً لما كنا بنشير الى تعيين حكم من الحكام اللي بتدير مباريات الاهلي سواء على المستوى الافريقي او الدولي بنقول الحكم ده تاريخه كذا لكن النهاردة لأول مرة لما نتكلم على اسم حكم هيدير مباريه الاهلي في عام عشرين اربعة وعشرين على المستوى الافريقي هنقول الحكم ده تصنيفه رقم كام المباراة هيدرها الحكم فلان الفلاني المصنف رقم كذا النقطة دي مهمة جداً وكانت غيبة عننا كلنا يعني انا واحد منكو اجيد برضو نقطة جداً غيبة عننا بس حاولت قدر الامكان يعني اجتهد فيها عشان اوصل للتفاصيل دي لان دايماً في حكام اوروبا او في حكام الفيفا في المباراة الكبيرة يقولك الحكم ده مصنف رقم كذا في اوروبا او الحكم ده مصنف على مستوى العالم امام لجنة حكام فيفا لكن في الكاف ما كناش بنقدر نوصل لتصنيف الحكام من رقم واحد من رقم خمسة من رقم تلاتة من اللي كان متقدم في التصنيف وتراجع بعد كده النهاردة واحنا بنستقبل عام جديد بنقدم لكم خدمة جديدة وهو القائمة الرسمية المعتمدة من الاتحاد الافريقي حول تصنيف الحكام الافرق تعالوا مع بعض نشوف المفاجآت اللي معنا النهاردة بصوا يا جماعة الحكم المصنف رقم واحد في افريقيا الجزائري مصطفى غربال الحكم المصنف رقم واحد في افريقيا الجزائري مصطفى غربال المركز اللساني والتصنيف الثاني للحكم الكيني بيتر كاماكو أويرو الحكم المصنف رقم ثلاثة الأسيوبي بملكة سيما الحكم المصنف رقم أربعة الكنغولي جون جاك ندالا الحكم المصنف رقم خمسة الحكم الدولي المصري أمين عمر الحكم المصنف رقم ستة الموريتاني دحان بيدا الحكم المصنف رقم سبعة المغربي سمير قزاز الحكم المصنف رقم تمانية المالي بوبوتراوري الحكم المصنف رقم تسعة الجنوب إفريقي توم أبونجيل الحكم المصنف رقم عشرة الجابوني بير أتشو ده اللي أدار مباراة الآله والتحاد العاصمة في كاس السوبر تصنيفه العاشر يعني تصنيفه تراجع عن ما قبل نتيجة الأخطاء اللي مر بيها في هذا العام وفي هذه المباراة الكبيرة الحكم المصنف رقم حداشر السوداني محمود علي إسماعيل الحكم المصنف رقم اتناشر الحكم اتشادي محمد الحاج علي الحكم المصنف رقم تلاتاشر السنغالي عيسى سي تراجع في التصنيف أيضا بعد عدة أخطاء في مباراة سابقة شهادتها المباراة الإفريقية وكانت من ضمنها مباراة الأهلي بصوا بقى المفاجأة الحكم المصنف رقم أربعتاشر اللي بيمعتز الشلماني واللقدار زهاب نهاية إفريقيا بين الأهل والوداد التصنيف ده على فكرة بناء على تقارير وتصنيف تقييم من الحكام الأفارقة يعني كل حكم أخطأ تصنيفه تراجع ده أكبر دليل عشان الناس جات بتشيد ببعض الحكام على مدار الموسم في إفريقيا لا تعالوا شوفوا التصنيف دلوقتي الرسمي كام قبل انطلاق كأس الأمم الحكم المصنف رقم خمستاشر البروندي بسافيك ندى بيها الحكم المصنف رقم ستاشر الرواندي ساموائيل أوكيندا الحكم المصنف رقم سبعتاشر الإفواري إبراهيمة كولوتراوري الحكم المصنف رقم تمنتاشر الحكم الغاني داني اللارية الحكم المصنف رقم تسعتاشر الحكم التونسي هيسم قراط واللي بيتم الاستعانة بيه دلوقتي بس في الفار ليس حكم ساحة الحكم المصنف رقم 20 الموريشيوس أحمد امتياز هيرال بصوا بقى من الحكم المصنف رقم 21 عندي هنا تعليم مهم جدا ايه هو الاتحاد الافريقي لما عمل قيمتين قيمة المحترفين قيمة البروفيشنال وقيمة النخبة اللي هما الاليت ايه فرق ما بين اول 20 وال 12 او 15 اللي بيليهم بمعنى انه طول ما انت في قيمة المحترفين هتكون في اول 20 طول ما انت في قيمة العشرين هتكون في ايه قيمة المحترفين هتكون في اول 20 ولكن لو مستوىك علي من اول 21 فيما بعد هتخش في قيمة العشرين وتبقى بدل ما تبقى من النخبة هتبقى من قيمة المحترفين الفرق ايه ان قيمة البروفيشنال المحترفين في تعاقد سنوي مع الاتحاد الافريقي في راتب شهري قيمة النخبة يعني بخلاف المباريات ما بياخدوش رواتب شهرية ولكن بتبقى القيمة التي تلي قيمة المحترفين في قيمة المحترفين في الإليت A في الإليت B فبالتالي من أول الواحد وعشرين دي رقم واحد في القيمة الإليت A قيمة النخبة واللي بيأتي فيها في المركز الأول الكابتن محمد معروف يعني من حصن حظ أو إشادة بالتحكيم المصري على المستوى الإفريقي إن في قيمة الإليت A رقم واحد ورقم اتنين من مصر محمد معروف رقم واحد محمد عادل رقم اتنين محمد معروف اللي ميزه وخلى رقم واحد على مستوى حكام نخبة أفريقيا إنه كان موجود في كأس العالم للشباب ووصل وكان موجود مع الحكام لغاية المباراة النهائية عكس الحكم السنغالي عيسى سي اللي خرج مبكرا ولكن أنا واسق جدا إنها يحصل تعزيل على قيمة المحترفين في العام اللي جاي في ناس عتخرج وتبقى في الإليت A وفي ناس عتنضم من النخبة إلى قيمة المحترفين يليه على طول الكابتن محمد عادل رقم اتنين في قيمة النخبة تمام؟ طيب رقم تلاتة وعشرين المغربي ردوان جيد المغربي ردوان جيد رقم اربعة وعشرين الموريتاني عبدالعزيز بو رقم خمسة وعشرين الجزائري لحلو بن براهن رقم ستة وعشرين مين بقى؟ فاكرين الحكم البنيني لويسا ديجاندول لأدار مباراة سانداونز والأهلي في زهاب نصف نهائي الدور الإفريقي حكم مجهول محدش عارفه فجأة ظهر في هذه المباراة وأخطأ أخطأ جسيمة ترتيبه الستة وعشرين عشان لما تيجي بعد كده مباراة مهمة للنادي الأهلي ونشوف حكم من الحكم دي نقول الحكم ده تصنيفه كام؟ ولما نعترض بتعترض تبقى للتصنيف مباراة كبيرة زي الأهلي وصانداونز الأهلي والوداد الأهلي والترجي لازم يجي فيها أهم أربع خمس حكام على مستوى إفريقيا لكن ما تجيب ليش الحكم ستة وعشرين ولا الحكم تلاتين وإلا ساعتها التصنيف ده هيقول لنا الحكم دي متعينة ليه؟ عرفتوا ليه أهمية التصنيف في الملفات اللي زي دي فالحكم البنيني اللي قدر مباراة سانداونز والأهلي تصنيفه الستة وعشرين على مستوى أفريقي طيب بعده الحكم السومالي عمر عبد القادر في الثمانية وعشرين الجزائري يوسف جموح في الثمانية وعشرين المغربي جلال جيد في المركز التلاتين الجابوني باترس مياما وكانت المفاجأة ومش قادر أستوع بإيه الأسباب خلال الفترة الحالية المركز الواحد وثلاثين الكابتن محمود البنة ويمكن من حصن حظ الكابتن محمود البنة إن هما جم لغاية الترتيب الواحد وثلاثين واستعانوا بالحكم دي في كأس أمم إفريقيا لأن التونسي صادق السلمي في المركز الأخير تم استبعاده من كأس الأمم الإفريقية والكابتن البنة عشان الترتيب المتأخر ده أصبح ضمن حكام الفار فقط مش هيكون ضمن حكام الساحة في بطولة الأمم الإفريقية عشان كده التصنيف ده يترجم لكم ليه من مصر ثلاث حكام ساحة في كأس الأمم بالترتيب تبقى لهذا التصنيف أمين عمر رقم خمسة محمد معروف رقم واحد في النخبة الإفريقية الإليت A ومحمد عادل رقم اثنين في النخبة الإفريقية الإليت A وبالتالي هما دول بس ليحكموا في كأس الأمم من مصر عشان كده دي الترجمة الحرفية اللي بقول لكم عليها أو الرسمية ده تصنيف الحكام ومين راح فار ومين راح حكم ساحة البناء راح حكم فار لأن تصنيفه في الحكام كحكام ساحة للأسف تراجع للمركز الواحد وتلاتين وعلى فكرة عادل كان متراجع وتقدم بعد إدارته آخر أربع شهور في المباريات الإفريقية سواء على مستوى داري الأبطال أو كأس الكنفدرالية أو حتى في تصفيات كأس العالم وده يترجم لحضراتكم ليه محمد عادل راح حكم ساحة في كأس الأمم وليه تم اختيار محمود البناء حكم تقنيد فيديو بس دي القائمة الرسمية لأفضل اتنين وثلاثين حكم على مستوى القرى الأفريقية رسمي طبقاً للتصنيف اللي تم اعتماده وتقييمه من لجنة الحكام ومن الاتحاد الإفريقي وهذا التصنيف على فكرة أو القائمة الرسمية بهذا التصنيف دي القائمة اللي الفيفا هيشتغل عليها في الفترة اللي جاية القائمة اللي قدامكم على الشاشة دي بقى مش قائمة المصنفين دي قائمة حكام كأس الأمم اللي على أساسها تم الاختيار من قائمة المصنفين مش العكس يعني حكام البطولات بيتم اختيارهم من الحكام المصنفة وليس العكس عشان كده تبصوا على القائمة هتلاقي من واحد لستة وعشرين إلى عشرين حكم اللي موجودين في قائمة البروفيشنال موجودين في كأس الأمم مفيش واحد منهم برا مفيش ولا واحد برا طيب الستة الزيادة متخدين منين؟ من الإليت إيه؟ اللي بعديهم على طول من العشرين عشان كده محمد عادل موجود ومحمد معروف موجود طيب في حاجة مختلفة شوية في قائمة الستة وعشرين ودي بتثبت أن المغرب هي أكتر الدول تخطيطاً على مستوى التحكيم الإفريقي ليه؟ لأن المغرب ممثل بتلت حكام زي مصر ولكن المغرب متفوق في إيه بقى؟ إن فيه عنصر نسائي موجود سمير قزاز موجود جلال جيد ولكن موجودة بشرة كربوني الحكمة المغربية هذه الحكمة هي العنصر أو هي الحكمة العنصر النسائي الوحيد اللي هتصفر في كأس الأمم ومش بعيد على فكرة هي اللي تدير مباراة الافتتاح في كأس الأمم الإفريقية أنا بقول معلومات مش بعيد هي اللي تدير مباراة الافتتاح في كأس الأمم الإفريقية يوم 13 يناير بالمناسبة الاتحاد المغربي بيدعمها دعم قوي جداً وكان عندها مباراة من يومين في الدوري المغربي ما بين الفتح الرياضي مع يوسفية براشيد في الدوري المغربي لما تنزل تحت القيمة الفار هتلاقي بقى بعد الستة وعشرين حكم اللي موجودين في التصنيف اللي بيليهم على طول موجودين في الفار لما تبص على قيمة البروفيشنال وتلاقي دانيل لارية وهيسم كرات في الترتيب المتأخر في قيمة البروفيشنال الاتحاد الأفريق استعام بيهم في الفار فقط ولما تبص على قيمة الإليت ايه وتشوف البنة وباية الحكام في التصنيف المتأخر الاتحاد الأفريق استعام بيهم في قيمة الفار فقط وبالتالي دي ترجمة حرفية للتصنيف والحكام اللي موجودين في قيمة البروفيشنال والإليت ايه ومين منهم راح لقايمة كأس الأمم الإفريقية أعتقد لما نيجي نتكلم بعد كده على أي مباراة إفريقية للأهلي معنا القايمة اللي فيها الحكام المصنف لما ييجي مباراة كبيرة للأهلي وانلاقي حكم ترتيبه الثلاثين في مباراة كبيرة للأهلي لأ عنضع مليون علامة استفاهم وساعتها وانت بتشتكي هتبقى شكوتك قانونية لأن انت مباراة كبيرة طبعا يجي لها الحكم المصنف رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو حتى خمسة لكن تجيب للستة وعشرين البنيني يدير مباراة الأهلي وسانداونز لا مليون علامة استفاهم كانت فيها تفاصيل مش مفهومة وبالتالي دلوقتي احنا عندنا ترجمة حرفية لكل حاجة بتحصل فيه ملف الحكام الأفرقى بالمناسبة على فكرة وأنا بتكلم مع المسؤولين في الكاف كان فيه متابعة دقيقة جدا لمباراة السوبر ما بين الأهلي وفيتشر لأن الأسبوع الأخير ده قبل صفر الحكام لكاس الأمم الأسبوع اللي جاي كان فيه متابعة لكل المباراة والكلام اللي هوصل لي الكلام اللي هوصل لي أن التقييم اللي تم منحه لطاقم التحكيم المصري اللي أدار مباراة الأهلي وفيتشر كان أكتر من تمانية ونص من عشر أكتر من تمانية ونص من عشر لأن الطاقم بالكامل موجود في كاس الأمم ودبالك أنا اتكلمت على الحكام الساحة ده فيه حكام مساعدين فيها مفاجآت بس الأول مهم جدا أقول لحضراتكم بعد حالة اللغة اللي اتقالت في مباراة الأهلي وفيتشر حالات طرد ومش حالات طرد والكلام اللي تقال واللي كنت مندهش من الكلام اللي بيتقال لما تروح بقى لجنة حكام أفريقيا اللي هتختار أو اختارت حكام اللي هيديره مباراة أفريقيا التقييم اللي حصل لطاقم تحكيم السوبر كان تمانية ونص من عشر سواء حكم المباراة حكام الساحة وحكام الفار لأن حكام الفار موجودين في كاس الأمم بالمناسبة كابتن محمود عشور موجود في كاس الأمم الأفريقية عايز أقولك كمان حاجة تانية بالنسبة للحكام المساعدين من مصر رقم 3 و4 في التصنيف الإفريقي من مصر رقم 1 و2 طبعا مش من مصر رقم 1 و2 من الجزائر أيضا على فكرة رقم 1 و2 من الجزائر رقم 3 و4 من مصر أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال دول أفضل حكمين مساعدين موجودين في مصر ودول هيكونوا في كاس الأمم ودول المصنفين في قائمة الأفضل حكام أفريقيا وموجودين كمان في قائمة كاس الأمم الأفريقية دي كانت أعتقد يعني موضوع مهم جدا وإحنا دخلين على كاس الأمم الأفريقية في الفترة اللي جاية فكان ضروري النهاردة نلقي الدوء على أحد الملفات المهمة في هذه البطولة وهو ملف التحكيم الأفريقي قريباً هنتكلم بقى على المنتخبات المشاركة المسؤولين اللي موجودين في الاتحاد الأفريقي الاجتماعات اللي هاتم على هامش كاس الأمم الأفريقي